شكر لكابتننا لكابتن أيمن شوقي وكل التحية لكل مشاهدين مشاهدي ومتابع شاشة قناة النادر أهلي في كل مكان من هنا من داخل مقر إقامة فريق النادر أهلي وآخر استعدادات فريق النادر أهلي لمواجهة فريق طلاع الجيش في الجولة الثلاثة والثلاثين للدوري المصري الممتاز خلاص المرحلة القبل الأخيرة للدوري المصري الممتاز خلينا نقول لكابتن أيمن أن النادر أهلي عاقب الفوز الأخير على فريق أمبي بدفين مقابل الشيء كان استانف تدريباته على مدار اليومين الماضين بالأمس كان المران الرئيسي والأخير للنادر الهلي على ملعب مختار التيتش عقد مستر ريكاردو سواريش محاضرة بالفيديو مع اللعبين كلم على فريق طلاقة الجيش اللي بيقوده جهاز فني محترم بقيادة الكابت النطاري العشري وأشاد بيهم وبمستوان في الفترة الأخيرة أحب من الفرق طبعا اللي بتنافس على المربع الذهبي ويأدي أداء أكثر مرة وده بيزيد من صعوبة اللقاء طبعا نتكلم على إيجابيات وسلبيات المباراة الأخيرة أمام فريق أمبي ونقاط القوة والضعف في فريق طلاقة الجيش واللي طالبه من اللعبين فيه من تنفيذه في هذه المباراة عقب المحاضرة انطلق المران اللي شمل لبعض الجوانب البدنية والجوانب الخططية وبعض الأمور بيحاول يستغلها مثل ريكاردو سواريش في هذه المباراة طبعا أشاد باللعيب النشئين واللعيب الشباب وطالب منهم استغلال هذه الفرصة في اللقائين المتبقيين أمام طلاقة الجيش وأمام فريق سيراميكا كيلو باترة نتمنى لهم طبعا التوفيق في هذه المباراة بالأمس دخل الفريق لمعسكر مغلق النهاردة يوم الفريق النادر آلية كابتن أيمن كان انطلق فيه تمام الساعة العشرة وجبة الإفطار كانت في تمام الساعة العشرة ثم وجبة الغداء كانت في تمام الساعة الثانية ظهرم والمحاضرة الفنية المستر ريكاردو سواريش كانت في تمام الساعة الخامسة والنصف تكلم طبعا مع اللعابين على آخر التعليمات والأمور الفنية اللي بتطلبها منهم في هذه المباراة وأكد عليهم على صعوبة اللقاء وضرورة ان احنا نختم الموسم بشكل كويس يعني برضو على هامش ان هو موجود في الفندق بيتابع ويتفرج على لعيب منتخب مصر للنشئين أو لعيب النادي الأهلي الموجودين مع منتخب مصر للنشئين موليد 2006 في بطولة كأس العرب اللي بتقام بالجزائر وطبعا منتخبنا كان فاز في الجولة الأولى على السعودية بسلاسة أهداف مقابل شيء أحرز منهم إبراهيم عادل لعب النادي الأهلي وخلينا أقولك ان المنتخب للنشئين موليد 2006 بيضم سبع عناصر من قطاع للنشئين في النادي الأهلي ويعني اللي بياخدوا مباراة أمام منتخب لبنان في الجولة الثانية نتمنى لهم كل التوفيق طبعا النهاردة لجنة الحكام كانت أعلنت عن طاقم تحكيم لقيادة هذه المباراة حكم الساحة محمد عباس سامايو بيعونه أحمد اللفار وصالح عفيفي والحكم الرابع عاطف حسين اتنين على تقنية اللفار كابتن محمد عبد العزيز ومصطفى عثمان دي كانت كل الكواليس كل الأخبار من هنا من داخل مقر إقامة فريق النادي الأهلي كل التوفيق إن شاء الله لفريق النادي الأهلي في هذه المباراة وحق انتصار في هذه المباراة من جديد تعود الكلمة للكابتن أيمان شاوي